اهلا بكم مشاهدين الكرام في الحلقة الماضية تحدثنا عن العملات المتداولة في فترة بداية ما تسمى بالفتوحات العربية وقدمنا العملات البيزنطية من دينار دهابي والفلس البرونزي ففي هذه الحلقة ننتقل للعملة الفارسية وهي الدرهم الفضي هذه الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية دراخمة ويقابلها دراخام باللغة الفارسية وقد ورد اسم هذه العملة في سورة يوسف الآية 20 واشتراوه بثمن بخص دراهب معدودة وكانوا فيه من الزاهدين لتوضيح أن الدرهم كان للعملات المتوسطة وبعد التعريف بالعملات المتداولة في المناطق المفتوحة جاءت عملات معاوية التي تحدثنا عنها فبحسب خبير العملات العربية الأستاذ فولكر بوب هناك عملتين لمعاوية الأولى عليها صورة الحاكم العربي أي معاوية وفي يده اليمنى صولجان أو ما يسمى بعصر رعاية والحكم وفي اليد اليسرى قفة أو وعاء يحمل رأس يحنى المعمدان أو ما يسمى بيحيى بن زكريا في صورة النساء الآية 157 وبالتالي تكون هذه العملة إشارة لحماية قبر يحنى المعمدان في دمشق وبحسب فردية أخرى ينتمي أي معاوية للعقيدة المندائية أتباع يحنى المعمدان المرجح وبالتأكيد الفردية الأولى لأنه صلى أي معاوية في الجلجتة وقبر العذرة وفي العملة الثانية يوجد صليبين في يده كما تدل في الحولية المارونية وللضرورة سك المزيد من العملات في العصر الأموي نقف على قول ابن خلدون في مقدمته حيث قال إعلم أن الدولة تكون في أولها بدوية كما قلنا فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الطرف وعوائده فيكون خراجها وإنفاقها قليلا فيكون الجباية أي الضرائب حينئذ وفاء بأزياد منها بل يفضل منها كثير عن حاجيته لهذا السبب لم تكن هناك ضرورة لسك المزيد من العملات حتى دخلت الدولة في الإنفاق بصخاء مما حتم عليها إعادة سك العملات المحلية وكإشارة لهذه الإعادة جاءت هذه الكلمة اليونانية وتعني جيد لتعبير عن صلاحية الإعادة ولهذا السبب فكروا أن يترجم هذه الكلمة اليونانية للغة العربية فجاءت كلمة طيب أي جيد وجائز كأول كلمة عربية في العملات البيزنطية والفارسية ومن هنا انطلقت عملية تعريب هذه العملات فنجد اسم البلد لسك العملة كدمشق وحمص وحران وفلسطين وإلياء وكذلك كلمة ربي الله محمد ثم تركيب عبارة الله ربي بسم الله محمد رسول الله وهكذا نجد هذه العبارات ورمز الصليب أو السمكة التي تعني المسيح ابن الله المخلص أو عبارة محمد رسول الله والمينورة الشمعدان اليهودي بخمسة شمعات للتعبير عن أصفار موسى الخمس كما سبق وأن أشرنا في إحدى الحلقات ليس هناك فقط رموز عقائدية كالصليب والمينورة والأهيب النار المقدس في الزراديشية وإنما كذلك صور لحيوانات كالأسد والفيل والفرس والحمامة وغيرها تعبير عن رمزية أو رمز البلاد وهذه تحت يعني كل هذه الرموز كانت تحت راية الإسلام كحكم وليس كعقيدة فالموضوع استمر إلى عهد عبد الملك ابن مروان يعني أكثر من خمسين سنة تحت الاحتلال والسؤال المطروح لماذا استمرت هذه الرموز العقائدية أكثر من نصف قرن على وجود الإسلام في هذه البلدان الجواب ببساطة كما قلنا الدين الإسلامي هو حكم وليس عقيدة والتأكد من هذا الطرح نرى أن الدينار البيزنطي على سبيل المثال عليه صليب فوق سلم من أربع أدراج وفي الجهة الأخرى هرقل وإبنيه هذا الدينار أزيح عنه كلمات اليونانية وتعودت بعبارة باسم الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله أو باسم الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله وبدلا من الصليب يوجد عمود ليس لأنهم لا يعتقدون بصلب المسيح ولكن الأصل بحسب ثقافتهم المسيح صليب على عمود الألام ستاوروس أي صليب مجموع اليدين لا متفرقين هناك فلس لعبد الملك ابن مروان نادر جدا عليه صورة عبد الملك ابن مروان وابنه ولي العهد وبينهما العمود ستاوروس وهذا شيء خطير لأن الأباطرة البيزنطيين كانوا يضعون صورهم جنبا إلى جنب أولياء العهد وبينهم صليب بمعنى أن الأمبراطور يعلن حسب العملة عن إعطاء ولاية العهد والعهد بينهما هو الصليب أي الحفاظ على العقيدة المسيحية ثم حكم وإدارة الأمبراطورية فهل عبد الملك ابن مروان كان غشيما حتى يضع مثل هذا الرمز بينه وبين ولي العهد وهو محاط بالجيش من المستشارين والعلماء الموضوع يظهر عقيدته في تلك الفترة وفجأة تغيرت تماما إلى إزالة الصور والرموز من العملات وظهور عبارات قرآنية مثل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فأين قل هو كما هو في سورة الإخلاص وبخاصة في ظل وجود مجال كافي لتكملة الآية الأولى كما قلنا من سورة الإخلاص هل هي البدايات الأولى لجمع القرآن ما هو السبب المفاجئ الذي جعل عبد الملك ابن مروان يتمرد على البيزنطيين ويضع صورته في الأول وحتى صورة ولي العهد بدلا من صورة هرقل وأبنائه الجواب أنه لم يعد بحاجة للرمزية البيزنطية واستقل عنهم اقتصاديا وسياسيا فأصبح يعتبر نفسه معادلا للأمبراطور البيزنطي بل وأعلى منه شأنا للمزيد من المعلومات عن هذا التغيير المفاجئ تابعونا في الحلقة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة